اشتركوا في القناة 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 60 وبعد الزمن ده نبعت الخطوط الزوجية اللي هي 2 4 6 8 10 12 وهكذا هنبعت برضه في زمن الديه قالك 1 على 60 يبقى احنا كده الصورة الواحدة استبناها على مرتين بعثنا الاول الخطوط الفردية بعد كده هنبعت الخطوط الزوجية اجمال الزمن على بعض يبقى كام 2 على 60 يعني 1 على 30 يعني انت تقدر تبعت الصورة الواحدة في زمن الديه 1 على 30 يعني تبعت في الثانية 1 عندك 30 صورة يعني يعني 30 فرام في الثانية زي ما احنا شايفين عندي مثلا صورة هية بيدى يبعت اللي هي وبعد كده يبعت اللي هي اللي هي الزوجية والاتنين يق 이�وا مع بعض يكونوا لي الصورة تظهر عندي فبيقدر يبعث 30 فرام في الثانية طريقة الثانية بقى لها البروكريسف بقى الطريقة البروكريسف هي قالك لأ انت مش هتقرب مش هتعط ترقمن بقى ولا فردي ولا زوجي ثراء توبط الصورة كلها بعدها ستتطاب تطابد حتى تخصيدها كلها بعدها من الشمال للينين ومن فوق تحت تبعط الليل اولان الليل التاني الليل التالت الليل الرابعة或者 خمس وهكذا . في فيديو حبيت اخذره لكم فيوضح لي الفرق بابل الانتراليزد والبروغريسيو وانت اصورة بتطعرض علي شاشة التلفزيون فهلاقي مثلا لو بصونا في الشمال الانتراليزد اهوت هلا بيبعط الليل الفردي من الشمال لليمين وبعد ذلك يبدا يبعط الليل الزوجي في اليمين اهو تبص ببعط اللاينز ورا بعدها ما فيش فردي وزوجي من الشمال اليمين من فوق لتحت الصورة بتتبعت على بعضها مرة واحد ما فيش بقى فردي وزوجي ملاحظين الفرق هو ده الفرق ما بين الانترليزد والبروجرسف احنا كده باش مواندس طب احنا بنستخدم الانترليزد ليبقى ايه مميزاته وقالك تتيجة ان انت بتبعت الصورة الواحدة على مرتين فبالتالي بتستهلك باند ويتس قليل فما بتسألك باند ويتس قليل فالسيستم انت بتستخدمه نفسه بيكون مش معقد مش غالي فبالتالي السم التمن بتاعه قليل الميزة التالتة والمهمة برضو انهما بيستخدموه في عملية البروجرسف للتي بي سيجنال يعني في ما بيجوا وبعطوا الاشوارات بتاعت التلفزيون بيستخدموا الانترليزد في عملية البروجرسف احد عيوبه حاجه اسمه image artifacts اللي هي انت بتبعت الصورة على مرتين طب لو فيه موشن سريعة جوه الفيلم نفسه وانت بتعرض الصور ديت على الشاشة هيحصل عملية زي الزغلالة اللي انت بتشوفها كده في الصور اللي احنا شايفينها دي كده بتبقى فيه زغلالة يعني مثلا انت فيه عربية قدامك ومشي بسرعة تحرك من مكان ل مكان بسرعة جدا هو لسه بيعرض طبعا الصورة على مرتين وانت عندك الموشن سريعة فتلاقي فيه العملية اسمه artifacts اللي هي الزغلالة اللي انت بتشوفها دي هبتبقى اعلى زي ما احنا شايفين لو جينا نقارن ما بين البروجريسيف والانترلازد هتلاقي ان هنا فيه الصورة هنا واضحة هنا هتلاقي فيه زي احكين فيه خطوط كده لوش الشخص هو قدامنا الروزوليوشن كمان بتاعت الصورة بتبقى احسن والوضوح بتاعها ببقى احسن كل دية الديتيلز بتاعت الصورة الوحدة طبعا انت كده هتستهلك بندوتس كبير وده احد العيوب المهمة للبروجريسيف ان هو بيستخدم بندوتس كبير اللي انت بتبقى على الصورة مرة واحدة الصورة بتبقى فيها الديتيلز كتيرة بيستخدم على الهايو ديفيناشن فكل ده بيستخدم بندوتس كبير ده بقى حسب انت احتياجاتك ايه فهتجيب يا ما تيجي الشيري جهاز تلفزيون هتشوف بقى انت عايز انت ايه الاحتياجات بتاعتك وايه متطلباتك وعلى اساس انت هتختار بكده وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا تابع حلقاتنا على الشانل على اليوتيوب محمد سعيد عفيفي وعلى الفيسبوك بيج بتاعتنا الفويب لوفرز وعلى الجروب فويس لوفر وعلى تويتر فويب لوفرز القاكم ان شاء الله في الحلقة القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته